السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر أسأل الله أن يسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا وأن يتقبل منكم صالح الأعمال بقبول حسن اللهم آمين مع تفسير بعض الآيات من صورة الإنعام أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها مطلع الآيات قوله تعالى قد جاءكم بصير من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ قوله تعالى قد جاءكم بصائر البصائر هي الآيات البينات والحجج تفسيرها بقول الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه قد جاءكم بصائر من ربكم البصائر الحجج والبينات والآيات التي هي آيات القرآن الكريم وحججه الدامغة على العباد قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه أي من استفاد من هذه الآيات واستبصر بها انتفع ومن تركها ولم ينتفع بها هو الخاسر كأني أقول لك هذه نظارات موضحة تماما للطريق الذي أمامك نظارات تستبصر بها وتستضيء بها فتتق المخاطر وتسلك سهول الأمان إذا خلت مني هذه النظارات تستبصر بها اتضح لك الطريق وإن رميتها وقلت لا حاجة لي بها ستخبط في مشيك وستضل في سعيك فمن استفاد بالآيات البينات واستبصر بها وعمل بها الحمد لله انتفع واهتدى ومن تركها لم ينتفع بلا شك وهذا كقول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فالقرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين من قبله انتفع به وشفيا به ومن تركه لم يشفى به كأني أقول لك خذ هذا الدواء فيه نفع لك إن أخذته انتفعت وإن تركته لم تنتفع فالمؤمنون لأنهم قبلوا هذا الدواء وقبلوا هذا القرآن انتفعوا وشفيت به صدرهم والكفار والكفار لما أعرضوا عنه زادوا أو ازدادوا ضلالا على ضللهم وهذا أيضا كقول الله تعالى قوله هو للذين أمنوا هدى وشفاء لماذا هو للذين أمنوا فقد دون غيرهم لأنهم هم الذين قبلوا واستفادوا به قد جاءكم بصير من ربكم فالذي نستبصر به دائما وأبدا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة المبينة لهذا القرآن الكريم قال تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها من ترك البصائر فعلى نفسه أميانه على نفسه ولن يضر الله شيئا وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه قال تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ما رسول الله الرسول لم يرسل حفيظا على العباد يكتب أقوالهم وأعمالهم ويحفظوا ذلك كله ويطلع لنا وياهم فالرسول ليس بحفيظ علينا وليس برقيب علينا الله هو الرقيب ثم لله ملئكة يرسلهم يراقبوننا ويكتبون أعملنا وهو خير الشاهدين وما أنا عليكم بحفيظ بحافظ لأعمالكم ولا بكاتب الله عليكم ولا بمراقب لكم قال تعالى وكذلك نصرف الآيات تصريف الآيات تنويعها الآيات تصرف بمعنى تنوع هل هي آيات القرآن الكريم هذا الأظهر في هذا الموطن لقوله تعالى قد جاءكم بصير من ربكم فآيات القرآن الكريم تصرف وما معنى تصرف تنوع أحيانا آيات فيها التذكير بالأمم الغابرة التي سبقتنا وكيف وأنها لما كذبت عذبت أحيانا تصرف الآيات فتاتي آيات تحث على النظر في الأفاق في أنفسنا كما قال تعالى في كتابه الكريم سنريم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم تصرف الآيات بذكر الوعد والوعيد بذكر الجنة بذكر النار بذكر قصص الأنبياء تتنوع موضوعات القرآن الكريم والقصد من ذلك كله إرجاع الناس إلى الله سبحانه وتعالى وحمل الناس على الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتصرف الآيات تنوعها تنوعها أحيانا تحثون على النظر في أنفسنا أحيانا تحثون على النظر في مخلوقات الله أن تذكرنا بالعقاب تذكرنا بالثواب تذكرنا بالصالحين تذكرنا بالطالحين وكيف كانت مصائر هؤلاء وأولئك وكذلك نصرف الآيات وكما أنها قد جاءتكم البصائر فمنها بصائر منوعة وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست قال بعض العلماء اللام هنا لام العاقبة يعني نحن ما صرفنا الآيات ليقولوا درسته لا صرفنا الآيات فلما صرفنا الآيات كان المفترض أن يستفيدوا منها ولكن لما صرفنا الآيات قالوا درسته ما معنى اللام العاقبة مثال واضح الله في كتاب الله على ما ذكره فريق من أهل التفسير فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا هم التقطوه لهذا التقطوه أرادوا قتله التقطوه لأي علة لكن ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا بل كانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا فيسمونها لام العاقبة ومنه قول القائل أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها لا نبني البيوت للخراب كما قال القائل لدوا للموت تعالجوا كي تموتوا ونستموتوا وابنوا للخراب ما نبني للخراب إنما نبني لكن تكون العاقبة في النهاية الخراب فهذه اللام يسمونها لام العاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا كانت العاقبة إن كان لهم عدوا وحزنا فقوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست لما صرفنا الآيات قالوا درست يعني النبي درس عند واحد تعلم عند واحد قال تعالى في كتاب الكريم في آيات مفسرة هذه الآية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر قالوا الرسول يتعلم من واحد قالوا واحد أعجمي غلام أعجمي يتعلم منه الرسول قال الله تعالى يردوا قولهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هل الولد ليقولون أن الرسول تعلم عندهم أعجمي لا يتكلم لغة عربية وهذا لسان عربي مبين كذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم في بيانها هذا المعنى الذي نحن بصدده وليقولوا درست قال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة هكذا وصف الرسول أنه جالس يكتب وقرأ حواديد واحد يعلمه هذه القصص ثم لعليه بكرة وأصيلة فقوله تعالى وليقولوا درست كانت العاقبة لما فصلنا لهم الآيات ونوعنا لهم الآيات وصرفنا لهم الآيات قالوا درست أي درست عند غيرك وهذا باطل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وقد قال تعالى في كتابه الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فالشيء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا فكيف يدرس وإذا درس كيف هو عربي يدرس عند أعجمي كيف الأعجمي يعلم العربي اللسان العربي المبين قال تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقول درست أي درست عند غيرك ولنبينه لنظهره ونوضحه ونفصل هذا عن ذاك للإضاح لقوم يعلمون ثم إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لرسولهم تبع اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك كما قال سبحانه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال بعدها واتبع ما يوحى إليك من ربك وقال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع عجر المصلحين اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو فالحمد الله مصدر التشريع عندنا كل شيء نأخذه عن الله سبحانه ثم عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنهم مبين عن الله لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين أعرض عن المشركين لا تسترسل في جدالهم هل هذه الآية منسوقة وأعرض عن المشركين هذا القدر من الآية هل نسخ قال بعض العلماء إن هذا القدر وأعرض عن المشركين نسخ بأيات السيف قال الله تعالى قاتلوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرون فهذه آية السيف على أهل الكتاب وقال تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فمن الولماء من قال وأعرض عن المشركين منسوقة بالأوامر بقتالهم وكذلك سلك هذا المسلك في آيات العف فاعفوا عنهم واصفح اصفح الصفح الجميل قال إن هذه الآيات منسوقة بآيات السيف وقال آخرون بل هي محكمة وإنما المراد بالأعراض عنهم الأعراض عن جدالهم الأعراض عن جدالهم والاسترسال معهم وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين أعرض عن الاسترسال معهم في الجدال الذي لا فئدة فيه ولو شاء الله ما أشركه ولو شاء الله ما أشركه نعم وقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا أنت لست بمرسل تسجل عليهم أعمالهم أو تحصيها عليهم هذا ليس لك يا رسول الله إنما أمره إلى الله والله كما قال في كتابه ويرسل عليكم حفظة قال تعالى وما أنت عليهم بوكيل لست بوكيل عنهم يا رسول الله ثم إن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هذه الآية الكريمة إحدى الأدلة على مسألة سد الزرائع وسد الزرائع هذه مسألة لها أدلة كثيرة جدا في الشريعة سد الزرائع الموصل إلى الفساد كل فساد سدت الزرائع الموصل إليه وقد ساقل علامة بن القيم رحمه الله في كتبه أكثر من مئة دليل على سد الزرائع نعم منها أدلة فيها ضعف ولكن أدلة كثيرة جدا صحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم أباه قالوا وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني أنت ستقول للرجل يا ابن كذا سيرد عليك ويقول لك أنت ابن كذا فأنت الذي تسببت في سب أبيك تسببت في سب أمك فللبعد عن هذا لا تسب الناس حتى لا يسب أباك ويسب أمك فأنت الآن يا مسلم إذا سببت آلهة المشركين وسببت الأصنام جائز لنا أن نسب الأصنام جائز لنا ذلك لكن إذا سببت الأصنام سيسب ربك فحتى لا يسب ربنا جل وعلا العظيم الكريم الحريم الكبير المجيد حتى لا يسب ربنا سبحانه الذي له الأسماء الحسنة والصفات العلا لا نسب آلهة المشركين ليس لأن آلهة المشركين لا تستحق السب بل تستحق السب والامتهان واللصف بأسوأ الألفاظ لكن نحن نمتنع عن هذا حتى لا يسب ربنا سبحانه وتعالى فهذه إحدى الأدلة على سد الزرائع فالذريعة التي توصل إلى سب ربنا نمتنع عنها الزلالة التي توصل فنمتنع عن كل من يجلب ربنا السباب فلما كنا إذا قلنا لأهل الشرك هبل هذا كلب هبل هذا لا يفهم هبل صنم تكلمنا بما في السباب سيسبون ربنا فنمتنع عن سب آلهةهم حتى لا يسب ربنا أدلة كثيرة جدا على هذه القاعدة التي يسميها العلماء قاعدة سد الزرائع فكل محرم سدت الزريعة الموصلة إليه الشرك بالله على سبيل المثال أعظم المحرمات كل السبل المؤدية إلى الشرك منعت الغلوف الأشخاص المفضي إلى الشرك الحلف بغير الله المفضي إلى الشرك الطواف بقبور الأموات المفضي إلى الشرك الصلاة في المساجد التي فاء قبور المفضي إلى الغلوف والشرك كل الذبح على غير إسم الله كل السبل الموصلة إلى الشرك بالله منعنا بها نأتي مثل مسألة أخرى مسألة الزنى أعذنا الله إياكم منها كل السبل الموصلة إلى الزنا سدت فإطلاق البصر منعنا منه غضوا من أبصارهم الخلوة بالمرأة الأجنبية منعنا منها سفر المرأة بدون محرم منعنا منها مصافحة الرجل المرأة منعت منه خضوة المرأة بالقول منعت منه التصوير العارية النظر إلى الحرام كل سبيل يوصل إلى الزنا سد فهذه كلها أدلة لسد الزراء القتل جريمة كبرى كل السبل المؤدية إلى القتل سدت لا تباغضوا لا تحاسدوا لا يشير أحدكم الأخيه بالسلاح لا يغتب بعضكم بعضا اجتنبوا كثيرا من الظن كل السبل الموصلة إلى القتل المحرم سدت وهكذا في كل الكبائر تسد الزراء الموصلة إلى هذه الكبائر فالآية أصل في هذا الباب أصل في قاعدة سد الزراء ومن أراد المزيد في هذا الباب سد الزراء فأكثر من مئة دليل أو أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه فليرجع لها من أراد أورد كثيرا منها في كتابه إعلام المواقعين ولينظر أيضا شيء منها في مفتاح دار السعادة وغير ذلك وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ أي اعتداء كذلك زيّنّا لكل أمة عملهم يعني ماذا يدافعون عن آلهاتهم الباطلة وهكذا زيّنت لهم آلهتهم الباطلة على أنها الحق الذي لا مر يتفيه فكذلك زيّنّا لكل أمة عملهم فنسأل الله أن يحبّب إلينا الإيمان وأن يزيّنه في قلوبنا فإن قوما زيّنت لهم عبادة العجل كالهنود على سبيل المثال زيّن لهم أن يعبدوا العجل من الذي زيّن لهم ذلك زيّن لهم ذلك الشيطان لكن لم يكن يزيّنه إلا بإذن الله قال تعالى وَكَذَلِكَ زيّنّا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون بهذا القدر أشتزئ حامدًا الله مصليًا مسلّمًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعلها قناة خير وبركة ورجد ومنارة للتوحيد والسنة بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته